اشتركوا في القناة بإيد الفتر المبارك وعيد العمال أعادهم الله تعالى علينا وعلى مصرنا الحبيبة بالخير والسرور والرخاء إن احتفالنا بإيد العمال اليوم هو فرصة حقيقية للوقوف على ما أهرزه عمال مصر الأوفياء من تقدم في بناء الجمهورية الجديدة ومناسبة لأن نستشرف معا مستقبل أبنائنا بروح جديدة مليئة بالأمل والعمل معا فبالعمل تبنى الأمم وتقام الحضارات عملات وعمال مصر الكرام لقد مر العالم خلال السنوات الأخيرة بأزمات متعددة لعل أبرزها أزمة جائحة بيروس كورونا ولا شك أن العمل تأثر كثيرا بتداعيات تلك الجائحة حيث فقد ملايين العمال في العالم وظائفهم وظهرت أنواة جديدة من العمل تعتمد اعتمادا كليا على التكنولوجيا الحديثة وكان الرابح خلال تلك الفترة هو من أحسن الاستفادة من التطورات الرقمية الحديثة وواكب سرعة وطيرتها ولذلك فقد أولينا اهتماما بالغا بالتحول الرقمي في جميع مجالات الدولة وكافة خدماتها وعلى التوازي فقد قمنا بتقديم الدعم والحماية الاجتماعية اللازمة للفئات الأكثر احتياجا فقامت الدولة بتقديم المنح الاجتماعية النقدية للعمال غير المنتزمة فضلا عن تمكينهم اقتصاديا وتوفير فرص العمل المناسبة لهم والعمل على دمجهم بالقطاع الرسمي كما تم الوفاء بأجور العمال المنتزمة بالشركات المتعثرة من خلال سندوق إعانات الطوارئ للعمال كما لم نتوانى في دعم أصحاب الأعمال فأزرنا حزمة من الإعفاءات والمزاية النقدية لتخفيف الأعباء عن كاهلهم حتى تجاوزنا جميعا تلك الأزمة على نحو أكثر صلابة وأشد بأسا وقد أشدت بتلك الإجراءات المنظمات والجهات الدولية والتي اعتبرت مصر من التجارب الدولية الرائدة في هذا الشأن وبالإضافة إلى جائحة كورونا فإن التطورات الأخيرة التي تشهدها الساحة الدولية كان لها بالغ الأثر على الاقتصاد العالمي حيث تؤثر بشكل مباشر على حركة النمو الاقتصادي الدولي ولا شك أن مصر جزء من هذا العالم تتأثر بما يتأثر به إيجابا وسلبا فكان لزاما علينا أن نتخذ بعض القرارات الاحترازية التي تهدف إلى حماية النظام الاقتصادي المصري من الاختلال كما أن الإنجازات المتلاحقة والمشروعات العملاقة التي تحققت في مصر خلال السنوات السبع الماضية باتت سببا رئيسيا في الصمود أمام التحديات والأزمات وكلها وبلا استثناء استهدفت أولا وقبل أي شيء تحسين جودة الحياة وتحقيق حياة كريمة لكل مواطن وللشعب المصري بأكمله السيدات والسادة لقد أدرك المصريون على مر العصور والأزمان قيمة العمل فعملوا بجد واكتهاد جيلا بعد جيل فعلى شأنهم وازدهرت حضارتهم وسبقوا بذلك كل الأمم ولا يخف عليكم أننا مقبلون على مرحلة مهمة من العمل والإنتاج للوصول إلى أفاق جديدة لمستقبل وطننا الغالي وما يتطلبه ذلك من إسهامات عمال مصر لاستكمال الطريق الصحيح الذي بدأناه فلقد كان الإنسان دائما هو محور التنمية وركيزتها فعزمنا على الاستثمار فيه من خلال تنمية مهاراته وقدراته المهنية والارتقاء بمستوى وعيه ومعرفته وقد حقاقت مصر إصلاحا ملحوظا في منظومة التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لمعايير الجودة العالمية وارتفعت في ذلك مؤشراتنا الدولية كما وجهنا بالعمل على وصول الخدمات التدريبية إلى قرى مصر من خلال وحدات التدريب المتنقلة على مستوى الجمهورية تحت بظلة مبادرة حياة كريمة وذلك لتحسين مستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين وتوفير فرص العمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة شعب مصر الأبي لقد حظى الحق في العمل باهتمام بالغ من الدولة من خلال تكسيف الجهود المبزولة للحد من ظاهرة البطالة ومن بينها التوسع في المشروعات القومية الكبرى وإنشاء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لتحفيز الشباب على البدء في مشروعاتهم وتصميم برامج تأهلية وتدريبية للباحثين عن عمل ولضمان تحقيق ذلك فقد وجهت الحكومة بسرعة الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتي تهدف إلى توفير فرص عمل جديدة للشباب وتحقيق نمو في الوظائف يتماشى مع النمو الاقتصادي وهي الاستراتيجية التي ستتوائم مع الواقع الجديد لسوق العمل وتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة والتعامل بفاعلية مع وظائف المستقبل كما أولت مصر اهتماما خاصة بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بأجهزة الدولة وهيئاتها العامة الاقتصادية والخدمية وعلى التوازي فقد انتهى المجلس القومي للأجور إلى التوافق على تحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص لأول مرة في مصر منذ العديد من السنوات وعلى جانب آخر فلقد أضحى جليا أن تمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل يساعد على سرعة النمو الاقتصادي للبلاد ويعمل على زيادة الدخل القومي ويضاعف معدلات التنمية لذلك فقد قامت الدولة بالعديد من الإصلاحات الخاصة بالمرأة العاملة كما وجهت بضرورة وضع إطار داعم لتمكين المرأة في سوق العمل ومساندتها للالتحاق بوظائف المستقبل وحمايتها في أماكن العمل عاملات وعمال مصر الكرام بنات الأوطاني باعث الأمل صانعي مستقبل الأجيال القادمة أنتم من ركيزة الصلبة لهذا المجتمع وسبيله الرئيسي للبقاء والاستمرار وقوته الدافعة نحو النمو والازدهار اعملوا وأحسنوا العمل وستجدوني دائما إلى جانبكم منحازا لقضاياكم وداعما لحقوقكم وختاما أجدد لكم عميق اعتزازي بكم وبعطائكم وعزيمتكم الصادقة كما أهنئكم جميعا بعيدكم وكل عام وأنتم بخير ودائما وأبدا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته